العمر العمر بيجري وبيعدي بين فرح ووقات وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحيا أيام بينعيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات واتدهشنا وساعات الحزن بينهشنا وانتو وانجوا والدنيا درام اللي ما فيها مليانة نور لكن مش ممكن تلاقيها من غير مرام على قد ما تتعب وتضور الدنيا تضحك وتنور تبديك أكتر ما تتصور من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله عايز أبدأ رحلة الثراء بتاعتنا اللي قدينا في إيد بعض ومشيين بنبحث عن الكنوز بوقفة أمام كنز من كنوز العبادات اللي خسارة الواحد يحرم نفسه منها بتحرمش نفسك إنك تعرف في أي وقت ترفع أديك وتقول يا رب البني آدم لما بيبعد عن الدعاء بيتقل عليه بتتقل فكرة إن أنا أقعد كده وجمع قلبي وأقول يا رب واطلب اللي نفسي فيه وبيلاقي نفسه مش بيدعي إلا في الأزمات الضخمة وبرده ساعات بيبقى الدعاء تقيل عليه لكن الشخص اللي متعود بعد كل صلاة وفي كل سجدة وعند سماع كل أدان في طيلة الأخير من الليل عنده كده تبات لفكرة إنه يجمع قلبه ويعمل كده ويقول يا رب ربنا بيحب اللحظة دي جدا لأن الدعاء هي لحظة التقاء القلب مع الرب عشان كده صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة لأن خلاصة فكرة العبادة التقاء قلبي مع ربي وكان يقول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء فتعالوا النهاردة أقول لكم على ثلاث كنوز بيتحققوا للشخص اللي مواظب على رفعة إيديه وهو بيقول يا رب ويطلب كل حاجة عايزها في الدنيا والأخرة مادية ومعنوية الكنز الأول اللي بياخده من تعلق بعبادة الدعاء حتمية العطاء إيه حتمية العطاء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما يعجل له دعوته أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها أو يؤخرها له إلى يوم القيامة واحدة وحدة أنت بتدعي بحاجة أنت عايزها مادية عايز عربية عايز أنجحها بتدعي بحاجة معنوية يا رب ريح بالي يا رب فلان ولا فلان يحبوني أيا كان الدعوة دي إما فيها خير فربنا يعجلك بيها استجابة من الله لما في خير ليك مش أذية لأن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه بيفعل الخير ليك فإما يعجل له دعوته وإما يصرف عنه من السوء ما يكافئها الدعوة دي لو كانت استجيبت كنت هتفرح أوي فربنا يشيل من حياتك حاجة موجودة أو حاجة كاتها تجيلك هتزعلك قوي يصرف عنك من البلاء الموجود أو اللي جاي ما يكافئ فرحتك لو كانت الدعوة دي استجيبت لأن أصلا ربنا ما استجبهاش لأن ما فيهاش خير أو يؤخرها لك إلى يوم القيامة بص أنت لو كنت خدت العطاء ده كنت هتحس براحة بال وتحس أنك أنت يا هم ونزاح أو تحس أنك حققت إنجاز كبير أو نفس المشاعر دي ربنا هيديها لك يوم القيامة لو ما تدكش دعوتك دي في الدنيا النهاردة أنت إيه اللي يريح بالك مثلا في الأخرة إنك تشوف كبيرة من الكبائر اللي الواحد عملها وما تبش عنها بتتشال من ميزان سيئاته وربنا بيعفو عنها ليه أصلي دعي الدعوة في الدنيا الدعوة دي ربنا لم يستجيب لي فيها في الدنيا وما كانش فيه بلاء ربنا يرفعه فأخرها لليوم القيامة فريح بالي وأنا بشوف الكبيرة اللي عملتها بتتشال من ميزان سيئاتي وميزان حسنتي بيتقال أو يؤخرها له في الآخرة أو ربنا سبحانه وتعالى يديك ملكي في الجنة ما كنت تبلغه بعملك إنما بسبب دعوة أنت في الدنيا دعتها ولم يستجاب ليك أصلا لأن ما فيهاش خير ليك فهناك أول كنز هو حتمية العطاء مش ممكن ترفع أديك وتدعي بأي دعوة ترجع كده كما قال صلى الله عليه وسلم الله يستحي أن يردهما صفرا خائبتين الكنز التاني هو إكرام الله لأهل الكرم في الدعاء مين أهل الكرم في الدعاء اللي بيدعو للناس سيدنا عبدالله بن صفوان راح يزور سيدنا أبو الدرداء ملقهوش فالسيدة أم الدرداء بتقول له عبدالله بن صفوان أنت رايحت حج ولا إيه؟ قال لها آه قالت أذكرني في دعائك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعوة العبد لأخيه مستجابة فعند رأسه ملك يقول إذا دع العبد لأخيه آمين ولك بالمثل يبقى استنى بقى استنى إذا كنت أنت نفسك في حاجة ادعي بيها الحد ولما تدعي بتفريج الكربات للناس وسعة الأرزاق للناس وتحقيق الأمان للناس الكريم أنت مش أكرم من ربنا الكريم يكرم أهل الكرم في الدعاء فبقى خص حبيبك بجزء كده من دعائك الكنز الثالث الحماية من بلاءات المستقبل سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام من فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب الرحمة وما من شيء أحب إلى الله أن يدعى به من سؤال العافية أكتر حاجة ربنا بيحب يسمعها منك اللهم ارزقني العافية يعني بقاء النعمة والحفظ من المصائب ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل فادعوا يا عباد الله شوف سيدنا النبي بيقولك لو عندك أزمة عايز ترفعها ادعي ولو فيه أزمات متوقعة أو غير متوقعة الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل فاتجه فادعوا يا عباد الله فأكثر من الدعاء بالعافية والستر والحفظ أنت ما تعرفش تقلبات الأيام وتحديات الحياة من اللي بنيسمعه بيحصل مع اللي حوالينا أنت معرض ليه ادعي كثيرا بالعفو والعافية وأقولك كمان على حاجة في الدعاء بعد ما قلتلك حتمية العطاء وكرم ربنا مع أهل الكرم في الدعاء والحماية من بلايات المستقبل دي كانت الكنوز لكن هو لك على لفتة صغيرة ما تكسفش تدعي أعرف ناس كتير مش بيدعي عشان ما بيعرفش ينمق الكلام باللغة العربية سيدنا موسى بيقول له ربنا إنه اللي يعرض ببالي أشياء فأستحي أن أسألك قال يا موسى أسألني الملح لعجينك والعلف لحمارك أطلب مني حاجات بسيطة جداً حتى أن الأكل يبقى ملح ولقي أكل للدبة اللي أنا ركبها فأطلب من ربنا كل حاجة مادية ومعنوية بسيطة وكبيرة في الدنيا والآخرة الدعاء مليان كولوز موسى 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 من كنوز السنة النبوية مجموعة أحاديث كان سيدنا رسول الله بيسافر بالصحابة للدار الأخرة وإحنا معاهم عشان يورينا مشاهدة تحصل بكرة بين يدي الله عشان نشوف المشاهد السلبية والإيجابية المشاهد الجميلة والمخيفة عشان نرجع تاني ونعمل إن إحنا نكون من أهل الخير عشان ما نشوفش المشاهد الصعبة دي ونشوف مشاهد الأمان اللي نبي حكاها من ضمن الأحاديث دي إن ورى سيدنا رسول الله كان قاعد وضحك فقال للصحابة لما لم تسألوني مما أضحك؟ قلنا مما تضحك يا رسول الله وكانت ضحك التعجب أو ابتسام التعجب قال من مخاطبة العبد لربه يقول يا رب يوم القيامة ألم تجرني من الظلم؟ مش حضرتك مش بتظلم حد؟ قال بلى قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني أنا بس اللي أتكلم لا كتب ولا صحف ولا أي حاجة قال فيختم على فمه وتؤمر أعضاؤه لتنطق فتشهد عليه ثم يخلى بينه وبين الكلام فأول ما يبدأ يتكلم يقول لأعضائه سحقا لكنا وبعدا لكنا فعن كنا كنت أناضل أنت شهدتوا علي أنا أصلا كنت أععد أجدب وأععد أقول تبريرات عشان أنتوا ما تتعذبوش سحقا لكنا وبعدا لكنا فعن كنا كنت أناضل ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ثلاث كنوز في السنة النبوية في هذا الحديث الكنز الأولاني الإنكار والتبرير عادات بسيطة تتضخم عند الإنسان لغاية ما هو يبقى بينكر أنه بينكر يعني بيبدأ الإنسان يغلط غلطات بسيطة ويبدأ ينكر أنه غلط الغلطة لي ويبررها لغاية ما يبدأ العادة دي تبقى بالنسباله ما خدش باله أنه عمال يغلط ويبرر ويغلط وينكر فيروح عند ربنا الصفة الوحشة دي متضخمة جدا لدرجة أنه عايز قدام ربنا وهو عارف أن ربنا على كل شيء شهيد وعارف أن كل حاجة مكتوبة عمال يبرر وبرضو ينكر كان الحكماء يقولك راقب أفكارك لأنها ستتحول إلى كلماتك وراقب كلماتك لأنها ستتحول إلى أفعالك وراقب أفعالك لأنها تشكل عاداتك وعاداتك تشكل مصيرك أهو من كتر الإنكار والتبرير رايح عند ربنا أصلا فاكر أنها هتعدي قدام ربنا سبحانه وتعالى وأهل حاجة أن سيدنا رسول الله قالك كله من قدم خطاء عشان يرفع عن كتفك ثقة للخطأ وخير الخطائين التوابوت غلط أي غلطة مايش حقكم علي يا جماعة وحقك علي يا رب وكمل حياتك ده طبع في الإنسان مش بحتاج أقعد أبرر وأنكر ويبقى كل الناس شايفة وملحظة أن أنا بحور في الكلام إيه اللي أنا بدأت أصدق نفسي خلاص كنز التاني الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى ساعات الواحد بينسى كده وبيفتكر إنه مسيطر والحقيقة إن إحنا أكتر مخلوق عاجز إلا بقدرة الله مدينا القدرة والسيطرة ربنا بيقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ودي أمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أمانة العقل والتخيير هذه الأمانة بها ربنا سخر لنا الأكوان ومسخر لي أعضائي بس الحقيقة مش أنا المالك هذه الأعضاء بتسبح بحمد ربنا حتى لو أنا عاصي لكن ربنا أمرها إنها تسخر لي لكنها بتسجل كل حاجة وشايفة كل حاجة وبتحب ربنا وبتزعل لما ربنا بيعصى فإذا جاء يوم القيامة سُلبت هذه السيطرة مني على أعضائي وبدأت أعضائي تتكلم ويوم يُحشروا أعداء الله إلى النار فهم يوزعوني حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أنت كنت ناسي إن اللي خلقك والدك ده كله كان ربنا عشان كده البني آدم محتاج دايماً يرجع نفسه لأصله العبد الفقير إلى الله وده قمة الغنى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله إيدي اللي بتضرب اللي أضعف مني بقوة واحدة واحدة بس دي مش ملكة اللي هتشهد عليك أو بتتمدل الرشوة مش ملكة هتشهد عليك عناية دي اللي المفروض يكسوها الإحترام والحياء وده اللي المفروض أيضاً يكسوه الإحترام والحياء كل دي أعضاء يوم الإيامة يتشهد ليتشهد عليك وبالتالي دي حقيقة وكنز كبير أوي الملك الحقيقي ليلة نهار دنيا وآخرة لله فتعالوا نراعي هذا الملك كنز التالت والأخير احفظها كده تذهب الطاعة ويبقى ثوابها وتذهب المعصية ويبقى عقابها لما نروح عند ربنا يوم الإيامة كل حاجة هتتقال وربنا بيقول كده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً أنا مش عايزة شوف لأنا عملت ده ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد مشهد الراجل اللي بيتجادل مع ربنا أنا اللي هتكلم أنا اللي هقول عملت إيه انت كل حاجة متسجلة عليك الخير والشر والخير بيتسجل ومش بيتمسح والشر بيتسجل وبيتمسح عشان كده ربنا بيقول وما تقدموا لأنفسكم من خير انتجدوه عند الله كل سلام عليكم بابتسامة لكل واحد وكل كلمة طيبة وكل طمر صغيرة وكل جنيه طلع وكل ركعة ركعتها شافوك ولا ما شافوكش الناس الله بكل شيء محيط وعلى كل شيء شهيد فاعمل لليوم ده عشان تبقى واقف مش محتاج تجادل ده انت أصلا متطمن قوي قوي لرحمة ربنا انك عشت في رحمته في الدنيا دول كانوا ثلاث كنوز من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مخاطبة العبد لربه موسيقى والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز موسيقى الهدف من فقرة كنوز الأخلاق هو جمع الكنوز المادية والمعنوية في الدنيا وفي الأخرة اللي ربنا أعدها لصاحب الخلق اللي هنتكلم عليه في كل مرة لأن ساعات الإنسان بيضعف ويبدأ يبعد عن أخلاق معينة هو محتاجها أن ربنا يشوفها منه في المواقف دي ومن أكتر الأخلاق السيئة اللي الإنسان بيلجأ لها عشان حياته تمشي هي الكذب وهو أبغض الأخلاق إلى الله وإلى سيدنا رسول الله وأبغض الأخلاق في كل الشرائع لكن الحقيقة هو خلق مفيد في اللي بيبص تحت الجليل في المراحل اللي تطلعني من المشكلة أو تجمل صورتي لكنه على المدى الطويل بيضمر حياة الإنسان ويضمر العلاقات عشان كده أحب الأخلاق إلى الله هو تحري الصدق واللي عليه النهاردة هنتكلم عن الكنوز اللي ربنا أعدها لكل واحد مركز أنا كلامي وافق الحقيقة ولا لا وفعلي وافق الحقيقة ولا لا لأن الصدق نوعين مطابقة القول للفعل وأشهرها أنا هنا مثلا وأحب يقول أنا في المكان ده هو مش في المكان ده فكلامه لا يطابق فعله أو مطابقة القول للنية إن واحد يقول أنا أقصد ولا ما أقصدش ويكون كلامه مطابق لحقيقة نيته الكذب في العلاقات عامل زي رمال المتحركة بياخدك الكذاب معاه ويغرأك والصدق أرض صلبة تقدر تبني عليها علاقة تكبر عشان كده الفضايل ابن عياض يقول ليست مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق وليست مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب وقبل ما أقول لك الكنوز اللي ربنا أعدها ليك لو دورت وتحريت الصدق في كلامك عايز أقول لك إن سيدنا رسول الله ساب ميراث للصحابة من أغلى المواريث اللي النبي سابه عليه الصلاة والسلام لينا و للصحابة فهمنا الأولويات الديني فلما تفهم أولويات الصحة والغلط في حاجات كده تبعد عنها لأنها مصايب في ديننا وحاجات تمسك فيها وعلى رأسها تحرد الصدق اللي هنتكلم على كنوزه النهاردة سيدنا جعفر بن أبي طالب لما كان واقف مع الصحابة عند النجاشي في هجرة الحبشة لما النبي قال لهم روحوا عنده ده ملك ليظلم عنده أحد فقال لهم هم وإنتوا مين جايين ليه وبتعبدوا مين فبدأوا يشرحوله سيدنا جعفر اللي بيتكلم بدأ يشرح له إيه هو الإسلام أصلا فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام نسيء الجوار نقطع الأرحام يأكل القوي من الضعيف نأكل الميتة حتى جاءنا رسول نعرف نسبه وصدقه امسك كلمة الصدق أول حاجة مدح فيها النبي إن إحنا صدقناه لمعرفة إنه هو صادق نعرف نسبه وصدقه وأمانته فأمرنا بعبادة الله وحده وأن نترك ما كنا نعبد من الأصنام ثم أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام ثم بعد كده بالصلاة إيه ده؟ ده أول كلمة طلعت من لسان سيدنا جعفر في فهمه هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أوائل المهاجرين في فهمه لطبيعة ترتيبة اللي النبي سابه عليه الصلاة والسلام من ميراث وعلمه لهم فكان الصدق أول حاجة وبالتالي فقدان تحر الصد يساوي فقدان جزء كبير من وصيد الإنسان عند نفسه وعند ربنا وعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده عبارة عن فهم سيدنا جعفر النبي طالب لأولويات ميراث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما رأيت الأولويات دي كل ما كنت قريب من سيدنا رسول الله وقريب من نفسك وقريب من ربنا وقريب من الناس عشان كده النهاردة اسمع مني ثلاث كنوز ربنا أعدهم لنمركز في صدق حديثه لمن تحر الصدق الكنز الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لمن تحر الصدق هو العوض في الدنيا والآخر هو إحنا بنحتاج الكذب ليه؟ عشان ما وجهش حد أسلك مشكلة وأطلع مش أنا اللي عملتها أجمل صورتي قدام الناس أحصل على منفعة مش بتاعتي فربنا بيقولك لو أنت صدقت قد تخسر أشياء معينة على المدى القريب لكن هتكسب نفسك وتكسب رضا ربك مش بس كده وهتكسب الدنيا بس تصبر شوي قال صلى الله عليه وسلم هو بيشرف لنا كنز العوض ده قال أربع من كنا فيه فما عليه ما فاته من الدنيا ما تقلقش اللي يفوت ربنا هيعوض حفظه أمانة صدقه حديث رقم اثنين حسنه خليقة يعني تحمل للأذى وعفة في طعمة يعني ما الحلال عفة في طعمة فالأربع حاجات دول عوض من ربنا سبحانه وتعالى بحيث لو خسرت أي حاجة ربنا هيعوضك حفظه أمانة صدقه حديث حسنه خليقة عفة في طعمة عايز أقولك على حاجة أنا ما شفتش موظف قدام مديره بيقول الصدق في غلطة عملها إلا ومديره بيحترمه قد يدفع تمن غلطته ويتحمل مسئولية ده طبيعي لكنه ممكن يخسر موقف صغير بتحمله المسئولية وكسب احترام مديره واحترام الناس كلها شفتش ابن قدام أهله بيقول الصدق أنا غلطت في الموضوع ده وما بيحورش عليهم هم شايفينه وفاهمينه وكشفينه لأ هقول الصدق وابقى قوي إلا وبيكبر عند أهله وبيدونه مساحات بعد كده طب أقول لك بقى شفتش أب ولا أم يالت غلطة في عائلو يسألوه ممكن يجدب عشان يخلي منظره يعني أحسن وللأسف الكداب بيبان عليه وبيسقط في عيون عياله أكتر لكن لما يوقف بصدقه أنا غلطان يا أولاد ما تعملوش زيي أنا غلطان يا أولاد ما حدش يمشي في السكة دي هذا الصدق بيجيب لك العوض بعدين ممكن تخسر الموقف وتتحمل مسئوليته لكن بعد كده تجني ثمرت إن ربنا هيعزك ويعوض عليك بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصدق من قال الصادق مهاب جليل والكاذب مهان ذليل كذبة ورا كذبة بخسر كل رصيدي في قلوب الناس الكنز التاني هتعيش وتموت وتدفن وتحاسب في مقام عالي أوي مهما عملت مش هتعرف تبلغ المقام ده بعملت هتعيش وتموت وتدفن وتحاسب في مقام عمرك ما تبلغه بعملت مقام ايه؟ مقام الصديقية كل المسلمين حفظين الحديث ده ولا يزال الرجل أو المرأة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرص صد الخلوق بتاع النهار ده حتى يكتب عند الله صديقة يكتب عند الله صديقة مش مجرد كارت انت بتاخده مكتوب اسمك فيه الصديق ده مقام اللي بعد النبي مقام ابو بكر الصديق ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دي أربع مقامات للمؤمنين اللي في الآخرة فالصديقية دي بعد على طول الأنبياء قالوا ليه؟ قالوا لأن الصادق ده أكتر واحد فينا بيعظم ربنا وبيعظم نظر الله وبيحترم علم الله وبيوقر نظر الله وهو في عقيدة أحلى من كده أني يبقى عندي مشهد يطلعني من مشكلة بكتبة ربنا عارف والناس مش عارفين وربنا عارف أني كذاب بس طب الناس لا ربنا أعلى وأجل هو في عقيدة أقوى من كده فأنت تموت وتأيش وتطفن وتبعث عند ربنا في مقام الصديقية عمرك ما توصلها بعملة كنز التالت والأخير وهو من أجل الكنوز ألا وهو الانتفاع في الآخرة بكل لحظة صدق تعد عليك مواقف في حياتك كنت صادق فيها ده عمالية باعت عند ربنا لما تشوفوا في الميزان أنا مش عارف أعبر عنه لأن الآية عبر التعبير كبير قد لا يدرك الإنسان حجم الانتفاع ربك بيقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم شوف لما ربنا يقول على يوم الإيابة يوم ينفع الصادقين صدقهم ليه؟ لأنه ممكن يكون خسر شوية مواقف في الدنيا منظره تحمل مسؤولية غلطة معينة مشكلة فضل فيها كان ممكن يسلك منها بكتبة لكنه راعة ألم يعلم بأن الله يرى راعة إني معكما أسمع وأرى كانش بينتصر في الخناءات والنقاشات بالكذب كانش بياخد رزقه بالكذب إنما واحد عايش في حضرة وفي حضور مع الله سبحانه وتعالى ينفع الصدق يوم الإيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عوض في الدنيا مقامات في الدنيا والآخرة بعد مقام الأنبياء وهو مقام الصدقية تنتفع انتفاع مش قادر أعبر لك عنه مع كل لحظة صدق يوم ينفع الصادقين صدقهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آية فيها كنز ما أشد احتياجنا ليه في العصر ده عصر كثرت الكلام بغير تخصص الآية دي نزلت في صحابي كان كل ما يأكل لحمة يحصل له قوة في بدنه واستثارة تجاه النساء فقرر إنه يبطل أكل لحمة ورحل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كلما أكلت اللحمة انتشرت للنساء ما عندي شهوة أطلب إن أنا ممكن أغلط يعني فحرمت على نفس اللحمة فنزل القرآن تتفاعل السماء على هذا القرار بالحلال والحرام وده في اعتداء على تخصص الإله فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين تحليل الحرام هو هو تحريم الحلال كلا هم اختصاص الإله والحقيقة إن الإنسان لما يتعلم ويلجأ للفاهم اللي مش في سكة العلم وتعلم علشان يعلمه عادة أفقه بيتسع وبتجي له حلول كتيرة للمشاكل اللي بيتحط فيها سواء كانت مشاكل اجتماعية أو مشاكل شرعية إنما ضيق الأفق يأتي من قلة العلم والطبيعي إن الإنسان لما يتعلم هيعرف إن كل كيان من كيانات العلم لي صاحب وبالتالي إحنا لو بنعمل عملية لمريض وقلب المريض وقف نسأل مين؟ دهر في النت؟ ولا نروح للدكتور نسأله الدكتور اللي بيعمل العملية اللي فاهم كل السيكونس بتاعها الخطوات بتاعتها نعمل إيه في حاجة زي كده؟ لو بنرس في طريق والطريق هبط نعمل إيه؟ نروح نسأل إيه واحد معدي في الشارع الطريق هبط؟ ولا نشوف المهندس اللي هو أفنع حياته ويقول لك الحل بسهولة جدا لو إحنا بنصلي صلينا الظهر خمس ركعات نعمل إيه؟ نسأل الفقية وبالتالي هناك ناس سلكت طرق العلم وبقى عندها حلول بسيطة جدا للمشاكل فين الإشكالية؟ الإشكالية في التعدي على الإختصاصات وأول اختصاصه اختصاص الإله بالتحريم والتحليل عشان كده مهم جدا أنك تبقى مدرك أن في بلدك في جهات علمية شرعية كبيرة قوي وثقة تقدر تسند عليها من أول الأظهر الشريف بمؤسساته وصولا لدار الإفتاء ومؤسساتها لوزارة الأوقاف ومؤسساتها وأنا تجربتي في التواصل مع هذه الهيئات دينك هناك وفتواك هناك تعرف في رحلة حياتي للصغيرة كده شفت عرفت قصة شاب ما بيعودش يأكل مع أبوه على الطربيزة ليه؟ لأن أبوه حطت الفلوس في البن يبقى كل فلوس أبوه ربوية يبقى المال دا كله حرام يبقى لو أنا وكلت من الأكل دا يبقى الأكل دا ينزل يهري في جتتي علشان أنا باكل حرام طب استمع بس أنت تعرف قول العلماء أصلا في البنوك طب تعرف إيه المعاملات الحلال والمعاملات اللي العلماء ليهم تعليق عليها في البنوك طب أنت عارف أصلا تعريف الربا أنت تعرف إيه؟ طب ونفترض على فرض من يقول أن أبوك ماله فيه مشكلة لحظة واحدة هو أنت لو أبوك ماله فيه مشكلة ما تعتقدش تاكل معاه هو أنت ما تعرفش يعني إيه مال مختلط لو افترضنا أصلا أن أبوك عنده مشكلة في ماله وعف واحدة واحدة أنت بحتاج تسأل أنت بتصعب على نفسك الدنيا والآخرة وبقيت عاقب أهلك عشان ما سألتش الصحابي بيقول سنة النبي كل ما يجي أكل لحمة أنتشروا للنساء فحرمتوا على نفس اللحم فنزل القرآن هذا اعتداء على اختصاص الإله بالتحريم والتحليل وبذرة التشدد وبذرة التسيب ما جاتش إلا من الاعتداء بالتحليل والتحليل وهو إحنا النهاردة لما نلاقي مثلا أسر في الأرياف بتحرم البنات من ميراث الأرض وده الميراث اللي ربنا قسمه في القرآن عشان البنات مش تطعرف تاخد بالها من الأرض ده مش اعتداء على اختصاص الإله الشباب اللي بتشرب حشيش بيقول الحشيش مش حرام لأنه مش مذكور في القرآن وهو ما يعرفش يعني إيه قياس وما يعرفش معنى كلمة خمر أصلا في اللغة العربية وهي كل ما خامر العقل الشباب اللي بيشرب إزاستر كباية الخمرة يقول مش حرام لأنها مش مسكرة والإسكار هو اللي حرام وما يعرفش حديث النبي عليه السلام ما أسكر كثيره فقليل وحرام إنما حالة من التعد وهو ده الكنز اللي في الآية واسمحوا لي معلش يعني لو كان في بعض الانفعال في الحتة دي لأن التسيب اللي في دنة أو التشدد والإرهاب اللي في دنة بيجي من التعدي على التحليل والتحريم اللي هو اختصاص الإله وبالتالي نزل القرآن وتفاعلت السماء ما تحرمش على نفسك حاجة هي هي ما تحللش حاجة إلا لما تسمع القرآن والسنة الوحي في هذا الأمر يبقى الكنز اللي من وراء آية النهاردة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلجأ إلجأ لورثة الأنبياء على طول العلماء روح اسألهم حرام ولا حلال ولو عندي مشكلة مش بتقبل النقد أو متكبر أو معجب بنفسي في علماء اسمهم علماء السلوك وعلماء التربية روح اسألهم أعمل إيه ترجع وأنت معاك ميراث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من العلم واللي عنده ميراث النبي يعيش حياته مليانة بالكنوز والغنى والدنيا برغم اللي ما فيها مليانة بالكنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز كنوز النهاردة متخده من قصة داود بن عمر الأنطاكي أحد كبار الأسماء في عالم الطب داود بن عمر الأنطاكي اتولد في سوريا سنة 953 هجرياً كانوا بيسموه العلامة الطبيب والصيدلاني الضرير وكانوا بيسموه أبو قراط زمان وأبو قراط دا أبو الطب في العالم أحد أكبر إلا ما يكون أكبر اسم في تاريخ الطب فلما يطلق على إنسان لازم تتوقف دا إيه قصته اللي عملت منه أبو قراط زمان والحقيقة إن داود الأنطاكي المفقود في حياته كان أكتر بكتير من الموجود فتستعجب اللي طلع العالم الكبير ده من رحم محن كتير قوي اتولد داود الأنطاكي وهو عنده لين عظام كساح وكان كفيف وعاش رحلة علاجية مع طبيبه الماهر الرحيم كان اسمه بهزاد وبعد رحلة علاجية طويلة تعلق تعلق شديد بالطب داود الأنطاكي في رحلة العلاج وتعلق تعلق شديد بطبيبه اللي كان بيعمله كأنه ابنه وبعد الرحلة ما انتهد رحلة العلاج قال له أنا عايزة أدرس الطب بصراحة على قديك قال له يا ابني إزاي وانت كفيف فقال يا معلمي العلم يلقن والعلاج بالسؤال والجواب وبالتفكير والتجربة يشخص المرض أو يشخص المرض واليد تتحسسه أنا هعرف أمشي في السك بالأسئلة والأجوبة والتفكير هشرب منك علمك قال غلب تاني يا ابني ولكن انت محتاج تروح الأناضول اللي هي تركيا دلوقتي حتى تتعلم اليونانية عشان نعرف نتواصل مع بعض في هذا العلم ست سبع سنين من إفناء العمر إنسان كفيف مش بيشوف في دراسة الطب على إيد أستاذه بهزاد وصبر رهيب من أستاذه عشان يعلمه الطب ويصبح ماهر في علاج الناس وهو كفيف قبل ما أقولك الكنوز عشان بس تبقى عارف مين هو داود الإنطاكي ساب لنا كتاب اسمه تذكرة قولي الألباب والجامع للعجب العجاب بسموه تذكرة داود مشهورة عندنا اسمه تذكرة داود فيه 3000 وصفة طبية لعوامل الناس والأطباء لأدوية مسكنات وأدوية معالجات وأدوية عطرية هي خلاصة 25 سنة من الخبرة نقل فيها علوم جالينوس وعلوم الإمام الرازي الطبيب الكبير ساب لنا يعني كنز بين إيدين الأطباء والأطباء بيقدروا وقتها قيمة هذا الكتاب كنزين بقى بيقول وأنا في راحل التعلمي للطب كنت أخش مع أستاذي وهو بيعالج حد علشان أتعلم علاقة ديه وشوفه يعني أسمع منه وصاياه أثناء العلاج فكان بيقول فأسمعوا الناس يقولون الضرير يدرس الطب قال فلم أكن أنتبه لهذا الكلام لا بالاستنكار ولا بالتعجب كان الكلام يخش كده فيه داني ويعدم لا أستنكار أنتو إزاي بتقولوا علي أن أنا مش حرف أتعلم عشان أنا ضرير ولا أعجب بنفسي إن الناس معجبة بالشخص الكفيف اللي بيتعلم ده خارس يعدي الكلام أنا متوقع إن الناس تستغرم من الموضوع ده ده في وسط حياته في بداية حياته كمان بيقول الكلام ده عايز أقولك على حد لو هتعمل حاجة غريبة تعمل حسابك إن الناس هتتكلم فحط كلام الناس في حجمه لأن الناس عادتها بتحب في الأعادات لما الكلام المفيد يخلص بتحب تمارس الأستاذية حب التنظير التعليق على الأحداث والاستعجاب والاستغراب وإبداء الدهشة إزاي فلان يعمل كده فأنت لو بتعمل حاجة هي مثار استغراب الناس معناها صح بلاش كلامهم يأثر عليك وكمل زي ما أنت وخلي عندك حد ترجع له وتسأله أنا ماشي صح أو الغلاث يعني مثلا في مجتمعاتنا العربية واحدة اطلقت مثلا وبعدين بعد طلقتها بستة شهر ولا سنة بعد ما عانت في جوازها جالها عريس عايز تتجوز طبعا الناس هتتكلم يعني اللي بقاش سنة متطلقة الله وأنت كنت عايش معاها وعارف كب بتعايني إزاي ليه الكلام حتى بنسميه في مصر بسميه الهارية وساعات السامولات والعجن كلام كله بينتقص طريقة الكلام دي فلو فضل الواحد مركز مع الناس اللي عمالة تنظر وهي مش فاهمة أي حاجة في معاناته واحد يبقى خريك كله الطب وملقاش شغل طبيب فبيشتغل مندوب ولا بيشتغل حاجة بيشتغلها خريك كله التجارة فنس تتكلم بقى دكتور يعمل كده يا عمم أنا لو كنت لقيت حاجة مناسبة ليه كنت اشتغلت انت ليه بتتكلم كلامه انت مش حاسس بمعاناتي وبالتالي الكلام ده ما يهتش فيك مدام انت ماشي صح قد تكون بتعمل حاجة مختلفة عن المتوقع فداود الأنطاكي مش الطبيعي يبقى دكتوره وكفيف فالناس تقوله الضرير يدرس الطب فلما أعطيهم انتباهي لا بالاستنكار ولا بالتعجب أنا عارف ان أنا ممكن أكون مثار للتعجب ممكن تتغير قرار معين في حياتك ما تعيشش زي الناس في حاجة معينة عشان تعمل إنجاز معين هتلاقي الناس بتتكلم ما هي ناس قاعدة فاضية بعض الناس قاعدة فاضية كمل زي ما المهم الكنزة التانية اللي في القصة وهو كنز هو مين اللي كان بيكتبله لما تقرى في القصة تلاقي ابن عمه هو اللي كان بيكتبله ابن عمه أنا ماش عارف اسم ابن عمه والحقيقة إن ابن عمه ده ممكن يكون مذكور في قصة داود الأنطاكي بسطور قليلة بس اللي كان في ظهره سند ودعم وطلع هذا العالم اللي كان سبب في شفاء يمكن مئات أو ألاف الناس وسبب في دفعة طبية كبيرة لعالم الطب والأطباء عارفين داود الأنطاكي وزنه قد إيه في العلمة عندهم واحد كان واقف في الكواليس ابن عمه اللي كان بيكتبله وهو كان كفيف عشان يكتب التلات مجلدات اللي فيهم تلات تلاف وصفة مين اللي كان بيكتب؟ مين اللي كان بيصبر؟ ومين اللي كان تصابعه وتوجعه وعينه بتتمقق؟ واحد كان عايز يبقى في الصف التاني مش هو اللي الناس بتسلم عليه وتشكره على الإنجازات وتسقف له وتستضيفه واحد في الكواليس في مقام الخدمة ربنا سبحانه وتعالى سمح لي أخدم شكرك يا رب في حياة أيها بس مش أنت اللي هتتصدر وتبقى مشهور خلاص لو أنا دوري مش أبقى مشهور بس قال صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فإن له مثل أجر عامله إلى يوم القيامة بس خلاص من بنى لله مسجداً ولو كميفحص قطاه ميفحص قطاه يعني زي عش صغير كاب بتاع طائر صغير يعني لو حطيت طوبة في الجامع بنى الله له بيتاً في الجنة كأنك بنت الجامع كله من تطلعت اللي تقدر عليه بس الجامع ما كتبش بإسمك معلش ربنا عارف إن الطوبة دي في الجامع بإسمنا وبالتالي فيه ناس كتير بتخدم مش معروفة الله يعرفه سبحانه وتعالى ويوم القيامة ستبلى السرائر وينكشف ليك مقامات هتشوف ناس بقى في حتة أنت كان ساكن جنبك وكان من كبار أولياء إلا الصالحين بس الواحد ما كانش يعرف منه ما كانش مشهور معرفش الحقيقة عن داود الأنطاكي غير الكنزين دول كنز يعني عدم مبالاته بكلام الناس الاستغرابي التنظيري عشان كان كفيف وفي نفس الوقت طبيب وكمان ابن عمه ومعرفش حاجة عن عبادته لما قرأت في قصة حياته ما جاليش صفحات كتير لكن عرف حاجة واحدة بس إنه ما تساجد في الحرم المكي في الحج أنا متصور بقى اللي نهايته كده دا كان ليه حال مع الله كبير قوي وواضح إن خدمة الناس لها مقام شريف وكنز كبير عند رب العالمين والأعمال بالخواتين الله عز وجل من أجمل الكنزة اللي خلق أهلنا في الأرض فكرة السبات إن القوانين في الأرض ثابتة سواء فيزياء أو كيميا بما إنها بنتكلم عن الكيميا عايز أحكي لكم عن مادة كيمياية موجودة في أجسامنا كلنا هرمون جميل كده اسمه هرمون الأكسيتوسن الهرمون دا أحد الهرمونات المتحكمة في نسبة السعادة وشعور بالراحة عند البني أبنين طيب الهرمون دا بيتفرز إمتى؟ بيتفرز في ثلاث أوقات وقت الولادة وقت ولادة الأم لإبنها وقت العلاقة الحميمة بين الرجل ومراته ووقت ما بكون قاعد مع حد حيث نحيته بالحب والأمان طيب لو أنا نمسك في الصورة التالتة اللي هي حد حيث نحيته بالحب والأمان أو العلاقات اللي فيها صداقة لما دا بيتكرر يعني لما بعض مع الحد أكتر من جلسة فيها حب وأمان الشخص دا بيكتسب عندي مكانة مختلف وبيبقى قراءه وتأثيره علي ليه أولوية وليه إيمة غير كل الناس ليه بقول كده؟ بقول كده عشان أعرف الأهل قد إيه؟ فكرة إنك يكون بينك وبين ابنك صداقة دي حاجة مهمة جدا في تأثيرك عليه في زمن كلنا عارفين إن إحنا محتاجين يكون لها تأثير حقيقي على ولادنا والتأثير دا بدون أي مجهود كيميا زي ما بيقولوا فيه كيميا بينك وبينه طيب زمان كانوا الناس مقتنعين أنا زي ممكن أأثر في ابني العقلية اللي قديمة بتقول أنا لازم أخوفه يخاف مني عشان يسمع كلامي طيب الموضوع دا لما نبص كده على السلوكيات اللي حصلت في البني أبنين اللي تطبق عليهم الطريقة دي في التأثير نلاقي يا إما الطفل دا بيبقى أو هو يبقى إنسان زنام متحايل طول الوقت لأنه شايف إن السلطة في إيدك طالما أنت المتحكم فبحاول أضغط عليك عشان أوصل لأنا عايزه يا إما بيبتدي يعند أصادك ويتمرد عليك بما إنك بتمارس عليه قوة يا إما بينفس عن غضبه بسلوكيات عدوانية يا إما شخصيته بتضعفه فعلا بتستطيع إن انت تخليه تحت طوعك ويبقى إنسان ضعيف الشخصية ومهزوز مين فينا حابب إن أولاده ويوصله لكده فلو أنت زي نمسين قد إيه إن الطرق بتاعة قهر الطفل وتخويفه وحرمانه من الحاجات اللي بيحبها عشان أأثر فيه وأأثر في سلوكه هي طريقة غير فعالة على الإطلاق لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد تعالوا نتعلم مع بعض إزاي ممكن نكون أصحاب لولدنا أول حاجة عيشوا معاهم عمركو تاني من أوله جديد لو هو طفل صغير إلعبوا معايا بنفس ستوني وبنفس روحه لو هو مراهق وعايز يبسط ويهزر إلعبوا هزر معايا بالطريقة اللي بيحبها لو هي بنت وحبة إنها تحس إنها بتلبس وبتبسط خليكي معايا بنفس الطريقة اقضوا معاهم وقت تبقوا متفارغين فيهم ولو حتى مرة في الإسبوع لمدة نص ساعة مش أكتر دايما لما توجهوا ليهم نصيحة وجهوا بطريقة سهلة وبسيطة عادي زي ما كونوا بتكلموا صحابكو من غير ما تبقوا حاسين أنتوا محتاجين تدوسوا عليهم أو تقنعوهم بالعافية لما يقع في مشكلة أو في غلطة نقش في الغلطة ببساطة من غير ما تحاسسوا أنت المدرس الناظر اللي بيقوله الصح فين والغلط فين لو فعلا كل واحد فيكو عايز بقليه تأثير حقيقي على ولاده من غير مجهود صحبوهم من كنوز أدعية وأذكار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علاقته باللبس لما كان بيلبس كان بيقول كلام معي سواء كان اللبس ده جديد أو اللبس ده اللي بيتلبس كل يوم الحقيقة أنا مفيش حد بيصحى الصبح إلا ما بيستر نفسه بيمشي في حياته في حلته وبالتالي إذا كان فيه عمل مكرر فيه ذكر معين فأنت محتاج أنك تتأمل في الكنوز والمعاني اللي وراء الذكر المكرر اللي مرتبط بحاجة كلنا بنعملها فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيستجد ثوب يعني يجيله لبس جديد فكان يسميه باسمه يعني مثلا يقول يا رب أنت رزقتني بالأميص ده يقول كده فكان يسميه باسمه ويقول يا ربي أنت كسوتنيه اللهم إني أسألك خيره وخير ما صني عليه وأعوذ بك من شره وشر ما صني عليه لو كان لبس جديد هقف بس مع الدعوة دي وأقول لك حاجة تانية بعد أعلمنا علماء النفس لما تجيلك نعمة تسميها فلما يبقى عندك يوم جميل عد عليك أقول الحمد لله يعني إيه أقف كده أقول الحمد لله كان يوم حلو وما فيوش مشاكل لما تحس أنك أنت قاعد في مكان جميل في بيتك أقول الحمد لله ربنا ساترنا كأنه بيقول لك أقف عند اللقطة دي وركز فيها كويس كده وقولها عشان تسمعها لودانك وقلبك يدركها إدراك أكبر وعقلك فسيدنا رسول الله بيعلمنا أنت جالك لبس جديد ربنا كسادك أنت مستور فامسك اللبس كده وسميه يقول يا رب شكرا عن اللبس الجديد كلم معاه ناجيه أنت كسوتنيه وكان يسميه عمامة كانت أو قميص قميص يعني جلبية الحمد لله أنت كسوتنيه اللهم إني أسألك خيره وخير ما صني علىه خير اللبس حكتين ستر العورة وده السبب الأصلي اللي احنا بنلبس عشانه ثم التجمل أن يظهر الإنسان بمظهر جميل أمام الناس والظهور بمظهر جميل ده شيء وسط ما بين التبذل واحد مبهدل وما بين الهوس باللبس اللي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم تعسى عبده الدرهم تعسى عبده الدينار تعسى عبده القطيفة والخميصة اللي بيعبد اللبس ومهووس باللبس لرجة أنه ممكن يتداين عشان يشتري لبس معين مش للستر إنما للمباهاه فما بين التبذل البهدلة وما بين الهوس وعبادة اللبس فيه تجمل ده خير اللبس وليس من الكبر سيدنا أبو بكر الصديق يسأل النبي إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أهذا من الكبر قال لا إن الله جميل يحب الجمال فأسألك خيره يا رب تستر بي عورتي وفي نفس الوقت بشكل جميل أمام الناس وخير ما صني عليه وأعوذ بك من شره وشر ما صني عليه يا رب ما يكونش ثياب فتنة يظهر العورات ويفتن الغير ويا رب ما يكونش ثياب تكبر أكثر بي قلب اللي مش قادر يشتري اللبسه ويبقى لبسه بالنية دي إن أنا مش زيك حتى بص المركات اللي أنا لابسها والمركات اللي أنت لابسها بس جزمتي بكام وجزمتك بكام شنطتي بكام وشنطتك بكام خد بالك أنا مين كسر قلب الناس المسطة وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثيابا قال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوم الحمد لله رب العالمين دي كسوتك وده كرمك علي آه ده فلوسك مش بفلوسي بس ربنا اللي رزقني بالفلوس دي بس ده اكتهادك اللي جاب الفلوس ما ربنا اللي رزقني الهمة دي ورزقني حسن الاختيار والبركة والتوفيق الخير كله في يديك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة فمن قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه أحد أسباب المغفرة الذكر فيارب يجعل علاقتنا بكل حاجة علاقة العبد المتواضع وليس المتكبر المتباهي اللهم صلي وسلم وبارك على إمام المتواضعين اللهم صلي وسلم وبارك على راحم المساكين اللهم صلي وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين يا رب يا من لا يشغله شيء عن شيء أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى تعاليت علواً كبيراً فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا يا واسع، يا واسع، يا عليم، يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك، يا رب تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم، اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين أديك، فإنه لا يضيع عندك حق، ولا يخيب لديك رجاء، يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين دور بعيونك وبقلبك دور بحماس، واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس، دور هتشوف الخير ألوان في حكام وقالوها جذبنا زمان، وفي نور السنة وفي القرآن كنزاة تلقان والطنيا درام اللي ما فيها مليانك، مليانك، لكن مش ممكن تلاقيها من غير مكعوب على قد ما تتعود، على قد ما تتعاد وتضور، التنيا تضحك وتمور، تديك أكتر ما تتصور، من فضل الله اشتركوا في القناة